ترجمة نانسي قنقر 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 أنا عندي برضو فير بإيمي وفير بفير هاخد أنا أخد فير زي ما أخدنا في أول جملة ناتا سيون وأي كلمة أخرها سيون فهي مؤنس فأنا هاخد هنا على ناتا سيون وفير دايما جملة الأفعال اللي هي خاصة بالألعاب الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفير يعني منعته ضعيفة جدا بيتأثر بالنفي جدا يعني لما بيتنافى كده بيتعب جدا كل الديوهات بتختفي وييجي وراها دي ودي أكوستروف يبقى جيني فيبا كان يونج يعني إيه كان يونج نفتكر مع بعض الألعاب الرياضية وأسماءها كان يونج اللي هي رياضة ركوب الشلقلات فما شوف فير بفير منفي كده على طول وهو اللي منفي مش فعلي تاني منفي يعني ما ينفعش أقول جيني فيبا أيوة ييجي وراه على طول دي ودي إيه أكوستروف لأن كل الديوهات بتتحول وراه لكده طيب أنا عندي هنا فيرب إيه جوية هو الفعل الأساسي للمفي عادي فيرب جوية كده يعني لا تتحول بالنفي ولا بأي حاجة يعني هو تثبت على موقفه طب كنا بنستخدم إيه معاه مع الألعاب الرياضية يبقى أنا كنت جوي أمام إن بقى فيلو أدي فيرب إي مي يحب ناخد على فير مين اللي منفي فيرب إي مي يبقى فير ماله لا تتصرش بالنفي تمام لو فير بس زي نمرو دوز كده هو اللي منفي والله أصدق معروف إنما هنا فيرب إي مي هو اللي منفي يبقى فير مالوش دعوة مالوش زنب مش هيغير حاجة من أدواته يبقى فير مش منفي خد له الدي وهات عادي جدا أبص على الرياضة اللي عندي قال لها فيلو اللي هي ركوب الدرجات والرياضة دي مذكر تمام لأ دي غلط المفروض تاخد إيه؟ تاخد الدو تمام طبع قعدتها عادي جدا المفروض تاخد ديه طيب نشوف كده اللي بعديها جون في بوكس نفتكر مع بعض كده لابوكس دي رياضة مؤنس طب أنا عندي هنا فير بفير طبعا فير بفير يبقى هياخد الديلة المفروض ديه تمام معلشي الحركة مش جاية صح بس هي المفروض تاخد ديلة الأولانية طب قوم في شاس يعني إيه شاس؟ يعني الصيد شاس يعني إيه؟ الصيد طيب هقول هنا فير بفير ديوهات شاس دي مؤنس شاس دي إيه؟ مؤنس تمام يبقى هتاخد هنا إيه؟ هتاخد ديلة زي ما جاد كده جي بريفير لكورس في يه كلمة لكورس يعني سباء في يه يعني الأقدام كلمة لكورس يعني النوع السباء هو اللي بيجي وراه معه A-P-E A-P-E اللي هي التانية ده A-P-E تمام؟ اللي هي طيب لو هو ده سباء بالأقدام يا سباء ماشي يعني طيب سباء بالدراجات برضو A-V-L-O A-V-L-O تمام؟ يبقى A هي اللي بتيجي بعد كلمة كورس اللي معناها سباء عشان A-V-L-O 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 اللي هو سباء الموتوسيكلات طيب يعني 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 مطلقا تمام؟ فده تأكيد على النفي معناها مطلقا طيب كده فير مانفي آه كده فير مانفي عشان كده أخذيت لإيه الد طيب يعني يعني غالبا وهتاخدوها ونأكد عليها إن شاء الله في حصة النفي طيب هنا يوجا آه في ربا ديوهات طيب يوجا ما دام دي بدأك متحرك دي حالة خاصة هي عندي ثلاث رياضات حالة خاصة يوجا وكي وآه اللي هو الهاندي بول التلاتة دول ما بياخدوش أبوسرف التلاتة مسكولا لو جوم بعد فير ياخدو د دي لو جوم بعد فير بجوي هياخدو لو جوم مع أفعال الميول وبراتيكي ياخدو ما بياخدوش أبوسرف ما تعتبرش إن الإجرك أو القش في التلاتة كلمات دول أو التلاتة ألعاب رياضية دول حروف بويل اعتبرها حروف ساكينة عادي يبقى هنا هاخد دو يوجا نو جو أوكي اللي هو الهوكي تبقى هنا فير بجوي أنا قلت نبص للفيرب وبعد كده نبص للرياضة السفوغ اللي عندي أو الأكتيفيت بصف عام ذير بجوي معناها هيلعب بييجي ورها أيوهات مع العاب الرياضية أوكي مذكر والقش من هنا مش متحرك مش موبايل يعني مش هياخد أقصرف ولا حاجة يبقى هياخد أوه زي ما انتوا شايفين طيب جيني جوبا باد مينتون اللي هو التنسي الريشة ذير بجوي مذبت منفي بتقصف رقم 20 ونميرو 21 وهنا مذبت خدت أوه طب هنا نفيتها برب جوي بمنعته قوية جدا لا تتأثر بالنفي المذبت والمنفي ما فيش فرق ما بينهم فيه تمام فهنا هياخد عادي جدا أوه إنما إيه عيني اللي بيتأثر بالنفي اللي بيتأثر بالنفي هو الفير في كل حالاته بيتأثر بالنفي طيب هناخد الجملة اللي بعديها إيه النفو با اهو جنا اللي بيتأثر بالنفي جنا اللي منعته ضعيفة برب فير هنا منفي في هنا نو وفي هنا إيه با نو با أو نو فون با يبقى على طول بتاخد دي و دي إيه أقصرف إيكيتاسيون بدأ بلات ريفويل يعني إيكيتاسيون ها بساعة معاكم الفروسية برافو طيب يبقى هتاخد هنا إيه الدو أبصرف حيب نكمل معا جي بريفير مارش يعني إيه مارش درياضة المش بريفيري إيه أدوري دي ستي براتيكي لولا ألا بصرف لي أيوة أدوات و مارش في ميناء فهتاخد لا جم شيك إيه شيك دي أولاد اللي هو الشترنج اسم جامعه طبعا دي فير بإيمي أو إيمي أدوري دي ستي بريفيري براتيكي لولا ألا بصرف لي عشان دي جامع جيم جوي هناخد أنه الآرب للنقط جوي بييجي وراها إيه أيوهات خدوا بالكم دير بالجوي لو تفتكروا إن أنا قلت لكم إن هو على طول بييجي مع أنواع معينة من الاكتيفتي مش مع كله بييجي مع حاجتين الألعاب اللي هي فيها كورة والألعاب الزهنية مقام فعندي هنا شيك اللي هو الشيك اللي هو الشطرنج اللعبة زهنية فهتاخد أيوهات مع بيرب شوية عادي جدا فهتاخد هنا أو في الإكس ليه بقول أو في الإكس عشان فيه أو المفرد اللي هي دي بفرق لكم بس ما بينهم وإنما هنا لما جاء أنتا هقول شيك على طول طيب قوم في كيت سيرف اللي هو ركوب الأمواج بيرب فير خلاص فهمنا اللعبة مدام ديوهات كيت سيرف ماسكولا ولا في ميناء ماسكولا يبقى هتاخد دلتا بلون يعني ايه تيلتا بلون طيران شراع فير اللي عندي هو الفعل بتاع الجملة يبقى الديوهات طب دلتا بلون مذكر ولا مؤنس ماسكولا ولا في ميناء خدوا بالكم دي من الألعاب الرياضية اللي أخيرها حرف و و ماسكولا أو حد يضحك عليكم ولا يغشوكم فيها تمام فوغدادو عادي جدا طيب ماريون نيفي با نيفي با طيب المفروض هنا تاخد ايه ديو دي أبوصرف لكن في هنا طب أوعة تتخدع فيه اللي هو ايه اللي هو التعبير اللي قلنا عليه من شوية با د تو با د تو يعني ايه با د تو على الاطلاق لا تو هنا بتتغير ولا الد بتتغير لاني حطتش هنا ديلي لاني ده تعبير على بعضه بييجي كده تمام ماينفعش أغيرها ماينفعش أاخد دي لما لاقي با ولاقي تو باخد الد معناها ايه معناها مطلقا تمام خذ بالك لاني دي تكة مهمة جدا ممكن تتخدع فيها بسهولة با د تو على الاطلاق دي بيير على طول اكسبريسيون على بعضه تمام ناخد قعدة تانية احنا كده رجعنا فير ورجعنا جو ورجعنا براتيكي مؤفعالي الميول مع الألعاب الرياضية دلوقتي هندخل على الأمر لامبراتي ف ناخد شوية جمل عليه ونرجحهم من خلاله احنا قلنا قبل كده ان الامبراتيف اللي هو الأمر بيتصرف معه ثلاث ضماير بس ايه هما الثلاث ضماير دول ات امر مفرد الفو امر جمع وانه ده بيبقى بغرض الاقتراحة نعم بيبقى بغرض الايه الاقتراحة تتعندكم الدرسي التالت الوحدة الاولى ايم على الحاجات دي طيب انا هنا هقول او سوبر مارشي فانا ما عنديش امر مع جي هستبعد دي لان ده فرب اليه اهو تصريف ده تصريف مع جي انا ما عنديش امر مع جي يا تو يا نو يا فو ده فو ده تصريف فرب ما عنديش امر معهم فاستبعدهم طب الاولانية دي مع تي مادم بس احنا قلنا ان الافعال في المجموعة الاولى بحزف هارف الاس مع ضمير تي تمام طب ما هو قليده محس كنا بنقول الافعال التي تصرف كافعال المجموعة الاولى وده شغلنا في الجملة التانية فهنا انا هاخد اه التانية لان بحزف الاس يبقى والسوبر مارشي ده امر مع تي انا عرفت ان الجملة امر ازاي اصلا بدأ بفعل عايزة برب ومفول ما فيش فعل عندي وجملة الامر ما لهاش فعل تمام طيب نشوف الجملة التانية لابورت وده فرب افرير المصدر اهو اللي هو اخر واحد يعني افرير يعني يفتح افرير معناها يفتح الفعل ده اللي اخره ر اي ار بيصرف زي افعال المجموعة الاولى بالزبط فبيشيل ال اي ار وتحط نهايات المجموعة الاولى واخدناها قبل كده طيب انا هاخد هنا امر مع ايه هشوف ده هستبعده عشان مصدر وده هستبعده لان المفروض احذف الاس لان قلت الاس تتحذف من افعال المجموعة الاولى وفيرب اليه والتي تتصرف كافعال المجموعة اولى زي فانا مش هاخده عشان ما حذف ليش الاس تمام دي اخر اي وان تي يعني مصرف مع ايل وقالا فيك اس وانحنا قلنا الامر طيب يزور هستبعد دي عشان اخرها او ان تي لما تلاقي الجملة في الامر وحضرتك خلاص وحضرتك شخصتوها ان هي في الامر اي فعل اخر او ان تي استبعده اي فعل اخر او ر استبعده عشان مصدر اي فعل اخر او اس استبعده عشان هو المفروض كده كان حذف الاس ومعملش اللي علي وما حذفهاش فانا مش هاخدها ولا عبرها ولا بص الله عمال هاخد ايه هنا اللي منتهي بقى الناس او تنفع هنا تمام ليه لانا ده امر مع النو ودي بقى اللي بسميها بغرض الاقتراح نكترح اقتراح اكن نزمي لك بيقول لك يلا بينا نزور المتحف المصري طيب اون فرانس ست سمان اون فرانس ست سمان يعني ايه ده ده فير بي بارتير يرحل تمام اه بار ده فعل مجموعة تالتة طبعا ده اخر تي شوفوا بقى احنا لسه ايلين لما تشخص ان الجملة امر دي عايزة فعل ودي المفعول ما فيش فعل يبقى امر امبراتيف هتستبعد اللي اخرها او ان تي استبعدتا هتستبعد اللي اخرها اي ار و او ار و ار او دي المصادر هستبعد اللي اخرها تي او دي على فكر لان الاخرها تي او دي يبقى متصرفة مع ايل و ايل مفرد تمام طيب يبقى دي كمان مستبعدة يبقى هاخد بارتون اللي هو دي الفعل بمعنى يرحل المتصرفة مع النو يبقى برضو بغرض الاقتراح ده أنا عندي هنا علامة بتقولي أنا هاخد على طول إيه في الأمر اللي هي إيه صفة الملكية طب صفة الملكية مع الفو إيه يبقى أنا عايزة هنا ده مصدره هستبعده تمام مع الضمير اللي هو إيه با أنا عندي ثلاث أفعال مع الضمير مفيش أخيرهم وزد أخيرهم تي اي أس فو فت أنا بتكلم عن مضارع فأنا طبعا أتر بيبقى شاذة في الأمر فإحنا مش هنجيب سرطه دلوقتي إنه هو مش عليكم أنا هتم بو دي أخيرهم إيه مع الفو تي اي أس أحفاظها كويس جدا والمفروض أن تكونوا حافظين تصريب فير بفير أساسي جدا طيب لو مترو إلي رابيد أنا عندي هنا بروندر مصدر أخيره أره أ هستبعده أخيرها دي هنا هستبعدها أخيرها أ أنت إيه هستبعدها تمام طيب إيه بحاخد إيه برين نو تمام لا دي خلط المفروض هنا برين نو اللي هي دي طيب لوب هالون ذرب أترابي يعني هلطقت أترابي ده فعلي مجموعة أولى عادي جدا يبقى هاخدو معتي يبقى أتراب الأولاني دي ما أهي معتي أهي في المدولة هعزي في الأس تبقى دي دي سبور أوكليب دي سبور أوكليب تمام هاتي في فيزون فون فير غير شرح بقى ها انتو كده وصلتوا للمعلومة يبقى هاخد إيه أيوة إلا مع الضمير نو طيب دي كوبها ده مفعول وأنا هحط فعلي من الأربع اختيارات دول يبقى دي أمر تمام ما فيش فاعله ما فيش لا جي ولا تي ولا إيل ولا أل ولا اسم شخص يبقى ده أمر أنسي تي الفعل ده معناها هي حس على أو يحفز طبعا عندي صفة ملكية إيه ما هو ده ربط صفات الملكية بالأمر عندي دمير تي تمام الصفة الملكية تي معليش مش دمير يبقى أنا عايزة أمر مع تي ينفع أخذ اللي أخيرها إيه أس لا عملش اللي عليه وحزف الأس يبقى ما تلزمنيش في الأمر خيرها أقل أنتي يعني مع إيل وقالة فيك أس يبقى ما عنديش إيل وقالة فيك أس مع الأمر يبقى هاخد أنسيت والأولينية طبعا مصدر طيب أفولو ماتش فيرب سانتراني يتدرب وفيرب أونتراني يدرب تمام طبعا أنا هقوله هنا إيه أونتران أفولو ماتش تدرب قبل الماتش ولا سانتراني تمام معلش تدرب انتراني ده فعل عادي فعل عادي يعني فيه فاعل في الأول مختلف عن المفعول في الآخر ما يعرف ما ينفعش هنا طيب سانتراني يتدرب ده مصدر طيب أنا خدت قبل كده الأمر في الفعل الزو دمرين وإحنا بنشرحه في حسة الأمر أن الضمير في الأمر المزبت بعد الفعل وفي الأمر المان فيه قبل الفعل زي الأخير ده طبعا اللي عندي هنا مطلوب أمر مزبت ولا من فيه مطلوب أمر مزبت يبقى هاخد أنتراني الدمير بعد الفعل طيب طن ديفوار يعني أنتراني يا أولاد تدرب جيدا أو تدرب قبل المتش طن ديفوار أظام دي هنا عندي طن يبقى ده أمر مع تي طب إيه الفيرب ده في نير يعني إيه في نير يعني ينهي جميل يعني ده فعل مجموعة إيه تانية طيب مجموعة تانية نهايتها إي أس مع الجي إي أس مع تي إي تي مع إيل وإل إي أس أس وأن أس مع الفو إي أس أس وزد مع عليش إي أس أس وأن أس مع النو إي أس أس وزد مع الفو إي أس أس وأن تي مع إيل وإل طيب هنا هاخد أمر مع تي يبقى فيني مادام أخرها أس حزفناهاش احنا بنحزفش يا حبيبي وحبيبتي مع أفعال المجموعة التانية حاجة اللي بتحزف منها الأس هي أفعال المجموعة الأولى والتي تصرف كالأولى وفيرب قال لي بس غير كده ما تحزفش أسات طيب الفيرب اللي بعد كده هو فيرب ترافرسي يعني يعبر من سنة تانية ده على فكرة لاري و بساج بيطون بساج بيطون اللي هو الممر الخاص بالمشا الجملة دي من سنة تانية من طرقومي ده فعال مجموعة أولى عادي جدا وهاخدو معتي فتبقى ترافرسيه الأولانية مستبعد عشان يلقى أنت التانية ما حزفش الأس التالتة ما أصدر طيب جوسكا جوسكو و بو دي لا مونتاني بقول له اذهب لغاية بو دي لا مونتانية اللي هي الطار في الجبل يبقى هاخدو دفير بقى ليه حفاظنا بقى يبقى ايوة علي دي طريقة تانية من إن أنا أجيب الأمر علي وابوستروف لما يجيب لي كده حطي له يا مندف الأول لكني بقول له إيه يا علي اذهب 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 او سوف تعمل واجباتك او اذهب لعمل واجباتك تمام؟ اذهب لعمل واجباتك يا علي يبقى أنا عايزة هنا أمر مع مين؟ لعلي أمر العلي يعني ايه؟ أمر مع تي يبقى هنا مفردة تمام؟ يبقى أمر مع تي ومفرد وقادي عن ديفير بقى ليه؟ يبقى هاخد فا طيب طريقة تانية ليه؟ إن أنا أعرف إن الجملة أمر طريقة تالتة بقى لو باسون دي علي يجيب لي فلان بيقول لي فلان ويحط افتح لي قوسين كده ويحطي لي نقطتين ويفتح لي أقواس ويبقى عايز فعل في أول الجملة دي طريقة للأمر طيب أنا أمر قلنا أمر ياما تي أو نو أو فو نشوف مين بيقول لي مين؟ البواصون أحد المرة بيقول لي مين؟ بيقول لي علي يبقى الأمر متوجه للتين تمام؟ وده فعل مجموعة أولى اللي هو فربي مارشي يمشي يبقى هاخد أيوة سمعاكم برافو مارش طيب لامير دي أوزن فو وحطيلي نقطتين فو بعض بس جايب لدفع لمن فيه مش مشكلة؟ عايز أمر من فيه عادي جدا هي هي الأم بتقول لي مين؟ لأطفالها يبقى الأمر متوجه لمين؟ للأطفال يعني للجمع يعني للفو تمام؟ طيب ميسيو وأبوصرف لما تشوف ميسيو وتشوف مادام تعرف على طول أن انت هتاخد أمر معه للفو للإحترام يبقى هاخد الفعل اللي آخره إيه؟ أيوة أوزن معدف وفت وفوديت آخرهم تي أو اس طيب نشوف اللي بعدها طول لري أضروات هم؟ هاخد إيه؟ هاخد كونتين ييه دي؟ ده مصدر مش أخد كونتيني يعني أضروات يعني استمر على طول طيب كونتيني دي ده محزفش الأس مش أخد فبالأخرة إيه أنت إيه؟ ده أخيرها دي ما تصرفها معي لو قال جام لا هاخد الأخيرها أوزد أنا عارفة أن الأمر مهم جدا ترتب عليه ومرتبط به بقواعد كتير زي مثلا الضماير تمام؟ وزي صفات الملكية فمهم جدا نهضمه كويس فقط قطرته جمله شوي لو بير دي أصيز انفان فو دي فار ده فير بفينير اللي إحنا لسه واخدينها أيوة خدت ليه أمر أنا مع المو هنا مع الجام عشان القبي بيقول لأطفاله وده جام يبقى أخيرها أوزد لو ميديسان دي أو مالد الطبيب بيقول للمريض دي فيمي دير بي سي سي يعني توقف توقف عن إيه؟ فيمي عن التدخين يبقى أمر مفرد يبقى سيس دي فيمي يعني أوقف عن التدخين طيب لامير دي أصافي ده فعل زو دميري الأم بتقول لبنتها أصله سيلي في تمام؟ يبقى أمر مع تي يبقى إحنا قلنا من شوية الفعل زو دميرين الضمير بيبقى في الأمر المثبت بعد الفعل في الأمر المنفي قبل الفعل يبقى أنا مش هاخد أي فعل قبلي ضمير لأن ده عايز نافلي وأنا ما عنديش نافلي وهمش هاخد الفو دي لإيه؟ لإن أنا أم بكلم بنتها يعني المفرد يبقى خدت ليف طوع يعني إيه ليف طوع استيقظي مبكرا إصحي مبكرا تمام؟ تو دي يعني مبكرا طيب علي دي أسان بير علي بيقول لبابا موات دي لارجان بير بدوني يعطي قلو الديني فلوس تمام؟ طيب نشوف كده أيوة هيدون ده الأفراد العائلة باخدها مع التي عادة لإصهار الود تمام؟ طيب هم بيقولوا المين لمامتهم يعني الكلام متوجه للأم يبقى فيه هيط برضو أمر مع التي عادي جدا طيب نشوف اللي بعدها نحل بقى احنا كده حلينا الجرامير على السفات الملكية حلينا على الأمر حلينا على أفعال الرياضة ناخد كومبرانسيون اللي هي القطعة كده ونشوفها ونحل عليها نشوفها نحلها يقول اللي لودكمو فوي شوازي لابون لابون ربونس مفروض فيها أنه كمان عشان ربونس مؤنس بقول كده زين الدينزيدن اتا جوار دفوتبول فرنسي دا لعب كورا فرنساوي تريسي لابر يعني إيسي لابر مشهور جدا إلي دفني هو أصبح أم غران إيرو يعني بطل كبير كوند عندما خدوا بالكم كوند لو أداة استفهام يبقى معناها متى لو هي ضمير وصل كده يبقى معناها عندما إيلا مارك أحرز دو بيت اللي هي هدفين فاندول لا في نال دي لا كوب دي موند في نهاي كأس العالم أستاد دو فرنس في فين في أستاد فرنسا سنة كام ميل يعني ألف تسعمية هقولها نيف سون تسعمية نيف سون اتعلم الأرقام كويس تمام تمانية وتسعيد هقول كاتر وان ها كاتر وان دي سنف ها دي سويت معلش دي سويت اللي هي تمانية وتسعيد يبقى ميل نيف سون كاتر وان دي سويت طيب لا فينال دي لا كوب دي موند كان كأس النهائي العالم ده ان كونتر ضد لبرازيل البرازيل مهام اتي يعني عمل لحظة مهمة جدا في الكاريير بتاعه في مجاله في المشوار بتاعه الى ماركي دو بيت هو احرز هدفين فاندولو ماتش أثناء الماتش فوي ثم اناتر جوير لاعب آخر اللي هو امانويل بيتي تمام اا انسيكري احرز انتو وزيان فيت اللي هو التالي هدف الى جوير هو لعب دون دي سيكيب ديفيرونت في فرق مختلفة باريك زومبل على سبيل المثال كان بردو دي اسمي الفرق تورون اي نيكيب اي تاليان يبقى اي تورون تورون دا اللي هو فريق ايطالي اي بيانسير دون لكيب ناسيونال دي فرنس وبعدين في المنتخب الوطني بتاع فرنسا زين الدينزيدان اي ماري تزوّق اي ادو زونفون وعندو طفلين اللي هو انزو اي لوكاس تمام هو لعب كوري فرنسي فبالتالي هيلعب في لكيب ناسيونال في الفريق القومي بتاع فرنسا طيب فهمنا الدوكومو تعالوا نشوف الاسئلة بيقول لك كده عشان اضمن درجة الدوكومو صح الفكرة يعني لازم تقرأ الوصيق بالاسئلة قطعة دي بالاسئلة مرة وبعدين تقراها مرة تانية لوحدها هيكون خلاص تضح في دماغك النقط اللي انت هتركز عليها لانك عرفت الاسئلة بتسأل عن ايه وبعد كده نبتدي الحل لقيت في صعوبة اقراها كمان مرة بيقول الاسئلة دوكومو parle principal مو الوصيقة دي بتتكلم بصفة رئيسية عن امانويل بتيت ولا زين الدين زيدان ولا ابو تريكا ولا لوكاسو انزو طبعا عن مين زين الدين زيدان طب زين الدين زيدان ايه دي ناسيوناليتي انسييته ايه احنا قلنا طبعا ناسيوناليتي فرانسيز زين الدين زيدان اتان فوتبولير كوني ولا با كوني ولا موفي ولا ان كوني خد بالك احنا قلنا في الدكومون هو سيلابر سيلابر دي مشهور بتساوي كوني وهنا يأتي دور اللي هو المرادفات اللي لازم تركز عليها في كل درس تمام في كلمات بتبقى معنى واحد وبتبقى مرادفات لبعض فلازم اعرف هو جاب لي سيلابر في الوصيق وسألني بكوني في الاسئلة با كوني مش معروف ان كوني مش معروف اعتبرهم دور برضو مرادفات مو فيع نسية طبعا هو كوني معروف سيلابر الكوب دي موند اللي هو كاسي العالم من نفسون كاتري فان دي كان فين ياولاد احنا قلنا كان فين نهائي كاسي العالم سنة ميل نفسون كاتري فان دزويد اي تي انتر كان بين مين ومين طبعا انا فرانس وبرازيل طب زين الدين زيدان اعمر كي دبيت كي امانويل باندو الماتش فينال ميل نفسون كاتري فان طبعا هنا المفروض كلمة بلس يعني اكثر يعني هو احرز اهدف اكثر هي مش واضحة بس ما عليش هي هو هنا المفروض كلمة اكثر زين الدين زيدان احرز اهداف اكثر من امانويل تمام دي على فكرة خاصة بقعدة اسمها المقارنة واحتخدوها بعدين طيب احنا كده حلينا شوية جرامير وحلينا دوكمو تعالوا نشوف نوعية اسئلة تانية اللي هي السيتياسيون طبعا بو هنقرأ الرأس السؤال بتاع السيتياسيون عليه مش هبالغ لو قلت 70% من الحل لو فهمت الجملة اللي في الاول دي هي عايزة ايه وبتطلب ايه هتعرف الاختيار الامثل لها فبيقول كده وو دي من ديه حضرتك بتسأل او بتسأل مين بوترامي صديقة سأله عن ايه سوني كيب بريفيري فريقه المفضل وو وو ديه انت هتقوله ايه لازم تحدد مين اللي بيقوله بيقوله مين والو على طول بتلخبط بعض الطلبة اكنك يعني حط في قهة تيه انت بتقول انت بتسأل وانت في الاخر انت اللي هتقول تمام فهتقوله ايه هقول كده كالي كيب تي انكراج ايه الفريق اللي انت بتشجعه تمام طب نشوف الاختيارات التانية عشان نبقى نفهمينها ساتو كيب فا بير در لوماتش يعني الفريق ده هيخسر للماتش كمبيان تو كيب فا جوية سي سوار يعني بسأل العدد الفرق اللي هتلعب هذا المساء جيب ريفير الزمالك مالهاش الواقع دي اجابة انا عايزة هنا سؤال وفيه اتجاه من السنة اللي فاتت انه هو لو طالب سؤال يعني لو طالب في السيتياشون سؤال كستيون بتلاقي الاربا اختيرات كستيون ولو طالب ريبونس هتلاقي الاربا اختيرات ريبونس دي طبعا بتلخبط اكتر بيسأل او انت بتسأل زميلك عن ايه في اي ساعة في اي ساعة بيعمل ايه بيمارس التنس ايه دي هو هيقول ايه طبعا حتى انا سمع حد تلوقتي بيقول طب ليه ما اخدش الاولاني اله وترد متى ما هي الساعة كلام ده لو انا بسألك بقول لك الساعة كام فتقول لي الساعة دلوقتي تمانية دي معناها كده انما لما بسأل عن ساعة محددة لحاجة محددة يبقى لازم تجيلي مسبوقة بالا الاولانية دي حتى فص السؤال عن الساعة مسبوقة با اا كالير يبقى الاجابة اا برضو وراها ساعة طيب ودي من دي ودي من دي او ترمي سونس بوغ بغي في ري حضرتك بتسأل صديقك عن ايه هسأله عن رياطة المفضلة طب في الاخر دق مين اللي هيقول انت ولا هو هو اللي هيقول ما دي اجابة بسأله عن رياطة المفضلة هيقول لي جيم جيم لا بي تونيك تمام كرة الحديد طيب ودي من دي او انا مي حضرتك بتسأل صديقك لسفور كيل في يعني ايه لسفور كيل في مهم هاي وديت الرياضة اللي هو بي مارسه وديت هتقول لي لتي في الاسفور انت بتمارس رياضة ايه ودي من دي او ترمي حضرتك بتسأل صديقك او ايه لبراتيك ايه هو يمارس لسيكليزم رياضة ركوب الدراجة ايه لدي هو هيقول ايه احنا خدنا يا جماعة ما نسرحش خليكوا كده مركزين ها فاتة تنسيون خدنا ان كل لعبة لها مكان بتتمارس فيه وادوات مستخدمة دي وانا عا كنت عاملالكوا بها جدوى تماما هتلاقوها في الحصة الاولى طيب يبقى السيكليزم اللي هي ركوب الدراجات مكانها ايه ايوة سير لابيست سايزة اقول ملخوزة هنا سير لوتران اللي هو ارض الملعب سير لكوغ اللي هو ملعب التنس سير لابيست اللي هو بتاع الدراجات بصوا الاماكن اللي بمارس فيها الرياضة بتصبق بحرف الجر ايه وغدين بالكو سير اهي هنا طبعا اللابيست دي حاجة كامل بطرامي بو دماند سي كيل فو سبليو قاك بيسألك او بيطلب منك سي كيل فو ماذا يلزم فو جوي او باد من تون عشان تلعب تينيس الريش دي انواع الكور بول كورة صغيرة بولون هي دي كورة تينيس الريش بول فالرقو ما بينها دي بتاع الكورة الحددية بتوني كورة طبعا دي الحددية بو ترامي بو دماند او بو زالي اين تذهب بورفير دي لا ناتاسيون اروح فين عشان امارس السباحة بو ديت طبعا اللابسين تي دماند اتونامي او الوا بورفير دي سبور يروح فين عشان يلعب رياضة طبعا هروح ستاد مرشي الاولانية دي اولاد يعني السوق لو شلت الاقصون بقت مرش المش خد لبالك طيب انت بتسأل زميلتك عن ايه كالسفور الفي الرياضة اللي بتعملها الدي هي هتقول هتقول جي جو او تينيس طيب طب ليه ما اخدش الاولانية انت بتسأل زميلتك وهي اللي هتقول هتتكلم بالجي مش هتتكلم بقيل ولا قلب و دي جري فيه لو ميودي الاهلي انت بتوصف زي الاهلي ميودي ميو ده السباحة مداب لا ميو السباحة اسمه ميودي ميودي يعني اي زي الرياضة زي الرياضة بتاع الاهلي هو ايه فو ديت هقول لي كده لكيب دي اهلي مي ده فير بماتريرتادي لو روج اللون الاحمر ايه تمام فو دي كري فيه فو ترو انترانير حضرتك بتوصف المدرب بتاعك فو ديت هتقول علي ايه هقول ان مون انترانير مدربي اتري رانتي لطيف جدا اي سيمبا مهم فو دي مندي افوت ريكوبان تسأل صديقك تي في داله جيم انت بتمارس الجيمناستيك ايه لدي هو هيقول ايه ده سؤال هل باللهجة يبقى ياوية نو هيقول لك نو جي في ده يوغا الجيمناستيك طبعا ريها تنفع رياضة الجمبوس هقول لا انا بمارس اليوغا فوت رمي فو دي مند صديقك بيسأل كمون تي فوت ر انترانيز كيف تكون مدربتك فو دي هقول لكيد من انترانيز من انترانيز مدربت يسمبا يعني يسمبا يعني لطيفة طيب بو دي مند افوت رمي كالاكتيفي البراتيك حضرتك بتاس الصديقك ايه الانشطة اللي بيمارس البراتيك ايه هايقول لك ايه هايقول لك جي في ده تينيس اي ده جيمناستيك بو دي مند انا 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 طبعا المفروض انا او افوت رمي على طول من غير ايه سو نسبور بريفري انت بتاس الصديق كاريات المفضلة هتقول له ايه هقول له لأ المفروض التاني او لا هي العلامة جد غالة بس المفروض التاني طيب معاد التدريب هتقول له ايه هقول له كده كونت متى لونترانمون التدريب كومونس بيبدأ حضرتك بتسأل صديقك عن معاد التدريب بس هنا مش هانا اللي هقول هو اللي هيرد علي انا سألته خلاص فهيقول لي الكومونس هو بيبدأ او يتريد مي ساعة تمانية ونص حضرتك بتسأل صديقك عن رياضته او فريقه كيب فريق معليش فريق المفضل كلمة كيب مؤنس خلي بالكم بريفري مؤنس ايه اللي دي هو هيقول ايه هيقول بارسا بارسا داللي هي بارسلون اللي هي بارسلونة يعني سي موني كيب بريفري طيب لامير دي موند اصان فيس الامر بتطلب من ابنها او بتسأله اوي سا سير اهنا اخته ايه لدي هيقول ايه اللي دونسا شامبر لامير دموند اصافي الاخ الام بتطلب او بتسأل بنتها سكو الفي هي بتعمل ايه لامير دي هتقول لها ايه تمام هتقول لها احيات جي بريفار من ساك تسبور فو دموندي دي كمان معلش العالمة جد غلط بصوا هنرجع لرقم عشرين تاني لامير دي موند اصافي الام بتسأل بنتها سكو الفي ماذا تفعل لامير دي الامة هتقول هتاخد الاولانية كاسكو تيفي ما بي تيت يعني ماذا تفعل يا ابنتي ابنتي الصغيرة ايه الاولانية طيب فو دي موندي اب فوترس معلش اللي انت تقعد تعمل سؤال سؤال وتعلم عليه كده وتعمل حله بالطريقة دي بيبقى متعب شوية بسعات العيم برضو بتزوغ او كده شوية معلش حضرتك بتسأل زميلك اين يذهب عشان يمارس الرياضة طبعا مش هيروح الكلاس ولا البوست هيروح تلب وو دي موندي افوتر بتي فرير حضرتك بتسأل اخوك صغير دي رون تري تو او بتطلب منو رون تري يعني يعود تو يعني مبكرا وو لوي ديت هاتقولو ايه هقولو ني ريطور ني با او ريطار متعوتي متأخيرا كلمة ريطار متأخير عكسة هاتو وو زي مي ريگردي لاتلفزيون تحبو مشاهدي التلفزيون وو ديت هاتقول ايه هقول لاتلفزيون سي ما باسيون وو وو زي مفورمي بتصطف سر عان عن عمر صديقك هتقوله إيه؟ هقوله كالاجاتي يتركو مياه منقول هي ممكن تيجي في تالتة أو ممكن ليلا أخوك الصغير الأربيتر ممكن يعمل إيه؟ مين هو الأربيتر ده؟ أخذنا في الأرس الأول شخصيات كتير بتاع رياضة منهم الأربيتر اللي هو الحكم هتقول هو بيعمل إيه؟ هقول الكونترول عن ماتش بيسيطر على الماتش تمام؟ بتحكم في الماتش طب مين اللي بيعمل الستراتيجي؟ هنشوف السؤال التالي المدرب بيعمل إيه؟ هقول إلمي بيحط استراتيجية اللعب أو خطة اللعب طيب vous avez un rendezvous حضرتك عندك معاد آويتر إيه؟ إيتيل تمام؟ إليه؟ ويتر موان سانك يعني الساعة تمانية إيه لخمسة؟ هتقول إيه لأخوك؟ هقول كده أنا عندي معاد الساعة تمانية وأنا لسه تمانية لخمسة ولسه ما وصلتش هقول إيه لأخويا؟ ديباشي تواء يعني إيه فير بيسي ديباشي؟ استعجل تعجل شوي هقوله هنا تعجل انفاء الريفيتار إحنا هنوصل متأخر يعني إيه الأنشطة؟ اكتيفتي سانكليب اللي النادي بتاعه بيك طريحها هقوله إيه؟ هقوله كالأكتيفتي propوز إيه الأنشطة اللي بيك طريحها تونيكيب وو دموندي أفوتر كوبان سو كيل في كومس بور تسأل زميلك عن بيعمل إيه كوم كا رياضة وو ديت هتقولو إيه؟ هقولو كسك تي في كومس بور وو دموندي أفوتر كوبان سو كيل في كومس بور حضرتك بتسأل زميلك سو كي يل في ما زايا فعل كومس بور كا رياضة الدي هو هيقول جي في دي بيتونيك بمارس البيتونيك اللي هي القرى الحدي دي ها نركز ما نسرحش مع بعض صديقك بيسألك دي دي كرير أو بيطلب منك وصف بوتر شنبر حجرتك هقول إيه؟ هاي نشوف هقول إيليا إينار موار فيها دولاب كويزينير دي البتجاز دوش ده في الحمام كوزينير طبعا في الكوزين في المطبخ دوش في الصال دوپا أو الإيلا إنشوانبر مش الإقابة خالص طيب و ضمديني مناور اصدق أصدق الوسيق دوش سحاbread يقولون أنه يتحدث على المترو. المترو. لأسفراء 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 لأسفراء. حضرتك على كي تسأل زميلك عن مهنة والده من تراكومي تانية وإحنا التراكومي ده ما بنسبوش إحنا متفقين إن إحنا معانا أولى وتانية بالكامل طيب أنا هسأله عن مهنة والده هقوله إيه؟ هقوله في طومبير مودو منديقة أن كوبان كالسفور ليفير إليم إيه هي الرياضة بتاعت الشتاة اللي بيحبها؟ طبعا هنا أكتر رياضة بتمارس في الشتاة اللي هي إيه؟ ديه ديفير سفور ديفير رياضة في الشتاة طبعا لسكي عشان بيبقى محتاج نيج تلج ونابو زوان إحنا في حاجة دي أعبة اللي بيحتاج له أيوة باسكتبول صديقك بيسألك كالسفور سي براتيك إيه اللعبة اللي بتوه معرس دون لو هاللي بقى لك فيه براتيكي ومارس والسي براتيكي يعني يمارس بي دون لو في المية فو ديت انت هتقول إيه؟ طبعا الناتاسيون طيب وترامي وديموند افي كوا بأي شي تمام تيجو او تنس اللي بتحتاج عشان تلا بالتنس طبعا هقول إن كول اللي هي كورا لقي الصغير تمام نشوف بطري فرير بطري فرير ايه تعريف كلمة جوجنج تمام ايه تعريف كلمة جوجنج فو ديت هتقول إيه؟ طبعا جوجنج اللي هي ستين كورسة او بي زي التمشية كده أولاد او سباق بالأقدم او سباق ماشي طيب نراك جرامير بقى كده تاني بصفة عامة بغاية ما حسن مكلفة مارك اصون فرير الله بتونيك مارك واخو هناخد على تصريف الأفعال بقى اخدنا على الحروف الجر اللي بتيجا وراء ها هنا بقى هاخد ايه؟ على تصريف الأفعال مارك اصون فرير الله بتونيك مارك اصون فرير يبقى إيه لا فيك أس إيه لا فيك أس بير بجوه مع إيه لا فيك أس يبقى الاخره وانته جو وباسكت هنا عايز الفعل مش عايز عايز الفعل طب هموسى هالرياضة بقى مسبوة بايه؟ بايوهات ده لعبة جوه دي طب تصريفه مع الجي جي جوه طب إيه دو فوتبول طب فوتبول مسبوقة بالدو يبقى عايزة ايه؟ عايزة فير تمام يبقى اهي يبقى إيه في طيب ما كوبين اي موا نو دي لادانس دي لادانس اللي هي الراكس تمام يبقى مسبوقة بالدلا دي لعبة فير طب انا عايزة فير مع ايه؟ مع النو يبقى فيزو يارا دون لابيسين جاك جور ده فيربي ناجي يزبع طب تصريفها مع يارا يعني مع يبقى ناج طب نو لكورس ابي فيربي بردر يخسر طب تصريف فيربي بردر مع النو اخيرها وانا سعادي جدا طيب تي أو باتمنتو أرفيك تي زامي هل اللعبة باتمنتو والحرف الجر أو يبقى دي لعبة جو يبقى تيجو تمام؟ يا مفروض جو الأخيرة إيلا دور تيجو الأخيرة الأخيرة هي يو أس الهيئة دي إيلا دور دو تيرا لارك تيرا لارك اللي هو رمي السهم تمام؟ رمي الكوس اللعبة دي بتنسوها عادي يعني كتير جدا وهي بتيجي كتير في الامتحانات مزبوعة بإيه؟ بالديوهات يبقى فير بفير بس هنا أنا هاخده مصدر ليه؟ عشان قبليه فعل مصر بفا الوالدين وعند هنا بنجبونج تمام؟ ومزبوعة بإيه؟ بنجبونج؟ بوه يبقى جو سي إيه؟ لو ديرني إيه؟ إيه؟ التجور هو الأخير هو بيخسر على طول يبقى عايزة تصريب فيرب بردر مع إيه؟ يبقى برد تي لو بالون أنا عايزة هنا فيرب أترابي يلتقط هقول يلتقط القورة مع تي يفعل مجموعة أولى يبقى آخره لأس طيب إيه؟ جو تينيس برب جو أيوهات تينيس مذكر تبقى أو معلش دي برضو غلط هي أو لورا في إسكالات فير يبقى ديوهات إسكالات بدأ بمتحرك يبقى دي على الأبوصرف مارك نفي با نفي با ومان في فير بفير يبقى دي دي أبوصرف دي تبقى دو ماريو جو جوه يبقى أيوهات فاسكت دي مذكر تبقى أو نفي زون فير يبقى دي يوهات تيرا لارك مذكر تبقى دو نحل الجملة كده تشوف هي اللعبة مذبوقة بإيه أو تشوف الفعل جاي إيه فأنت هتسبق اللعبة بإيه الجو جوه يبقى يوهات بادمينتون مذكر تبقى أو مارتان في يوغا فير بفير يبقى دي يوغا مذكر تبقى دو مش هتاخذ أبوصرف لما بتاخدش فير يبقى دي يوهات كده صرف مذكر تبقى دو ما كوزين فير فير وكارتي فير يبقى دي يوهات كارتي مذكر تبقى دو نفي توي با هو فير بفير منفي مقدم الفعل على الفعل فبعضهم الاتنين ما بين النو والبا ما فيش مشكل بس هو منفي في الأول وفي الآخر يبقى بيجيش وراغر دو دي أبوصرف وفت فير ديوهات ناتاسيو مؤنس يبقى دي لا طيب لجوار لجوار دي لكيب لعيبة بتاع الفريق فيت سير لتران دا فير بيكورير لجوار ديت الفاعل إلا فيك أس يبقى كور راكت إتا وو تركت دي كلمة مفرد مؤنس هتاخذ صفة إشارة إيه ست الجو بيتونيك أو كلب بيتونيك اللي هي قرى الحديدية مؤنس وعند جوي بأيوهات يبقى الله الفو يلزمني دا فير بفاروار خلي بالكو ما يوضي باء مذكر يبقى أن جي في على كامباني أنا بروح الريف فعلا في المصدر اللي كاي أمارس اللي هي ركوب الخيل أو الفروسية يبقى بور بوفي فو نوضني باسكت سيل فو بلي بوفي فو نوضني فو باسكت أنا بكلم الفو سوفات الملكية مع الفو فو فوتر باسكت جمع يبقى هاخد الفو سفور بريفير تي يبقى سفور مذكر يبقى كال مذكر هي حاجات متنوعة خلال الوحدة كلها فو الفعل دا ما بيصررش إلا معه إلا يبقى يبقى إلفو إتليز أمبالون بورفير دفوليبول تمام فيربي إتليزي مجموعة أولى هنا مصرف مع أون اللي زي يقيل بالظبط في التصريف جيني فيبا دامانفي أو يبقى ديو دي أبوسرف نو سير لطورتوار عايزة تصريف فيربي مرشي يمشي يبقى مع النو يبقى هاخد اللي آخره أو النقس طيب رينتون الربيع الفيبو تراكومي بقى برضو كمان كل فصول السنة بتاخد أون مع هذا الربيع بتاخد أو جيمليفت كلمة ليفت دي جامعة مؤنس حفلات دي جوزين متنكرية يبقى هاخد الأخير هأقس عشان دي جامعة مؤنس تراكومي كمان بنرجع فيه سيماتش جو أنا عايز هنا ضمير ضمير شخصي تمام أنا عشيل سيماتش أو جي في ورجار دي سيماتش مفعول مفرد مباشر ومذكر يبقى لو لا المفروض لو مفروض الأولاني تمام عشان سيماتش مذكر لو دي غلط سيزون فاصل من فصول للسنة الكلمة دي مؤنس تبقى هتاخد كلمة مؤنس تيدوا دوزير برجور يبقى تيدوا تون ترني فعل مصرف التاني في المصدر بس الوزود اميرين انا هحاول سي اصرفها مع تي عادي جدا تبقى تي طيب اون تران مو اي سيمبا اون تران مو اي كلمة اخرها مو فهي مذكر فهياخد هنا بس دي مذكر ما بدو بايه بموت حررك يبقى هاخد صفة الاشعارة ساتل اللي بتيه واحدة تمام شارل بس ده اخر اجزرسيس وهو هنعمله شارل بس لبالون مهم شارل بس شارل بس لبالون طبعا هنا انا عايزة ضمير هقول له بس ايه المي بس ايه ها مو المي والتي ما بيجوش بعد الفعل اللي بيجي بعد الفعل مو و طو طب هنا المعنى ايه بقى هقول له يا شارل مرر لي الكورة يبقى بس وا لابوكس اي تانيس بور انا عندي لابوكس مؤنس انيس بور مذكر هاخد الصفة فيولون اللي هي عنيفة على الان فيهم اللي القريبة منها انيس بور تمام يبقى فيولون المذكر البرت اموا اون ايه البرت اموا يعني نو بس هو حطي له اون ما هي بتديني نفس المعنى بس الصفة على الفعل مفعول الاولاني ده تمام البرت اموا الفاعل الاولاني ده يبقى ده جام ايه مذكر يبقى سبورتيف بارسلون ايه ايكيب فريق مؤنس لكنه مبدوء بمتحرك فبعمله معاملة المذكر يبقى من ال ده فرب الجاني اللي هو يكسب عايزة مع ايه لا فيك اس يبقى هاخد اللي اخرها ان ت طيب جميل احنا كده عشان ما نطولش عليكم احنا كده لمينا تقريبا معظم الجرامير وحلينا على كل القواعد تمام الحصة الجاية هنبدأ في الوحدة جديدة وهناخد فيها اول درس زي ما باختم على طول بقول درجة درجة وعلى خير بونسوري بحبيبي اشوفكم ان شاء الله لسومن روشان الاسبوع الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة